اشتركوا في القناة الوسطى لكن المناطق الشرقية خلال السادسة صباحا على الاقل لتهات الامطار لتستمر حتى خلال يوم الغد ستخص تقريبا جل المناطق الوسطى والشرقية لكن تكون غزيرة على المناطق الشرقية وكذلك الداخلية الوسطى وتكون تحت وقرعود مرفوقة بحبات من البرد نسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية الغربية ما هو برياح قوية بعض الامطار كذلك خلال امسية متفرقة على شكل زخات العادية ستخص مناطق الجنوب الشرقي كذلك مرتفعات الهوغار والتعاصلين وصولا الى اقصى الجنوب ننتظر 15 درجة خلال هذه الالعب على باتنا 14 درجة على السواحي الوسطى وكذلك الغربيات 29 درجة السحراء الوسطى 32 درجة على اقصى الجنوب اما خلال ظهيرة ان شاء الله ننتظر 32 درجة على غيديزان 28 درجة على العصمة نفس المقياس على قصنطينا كذلك باتنا ننتظر 28 درجة على كل من بسكرة لمغير توقورت بشعر 30 درجة على تامنرسة تقصحار على السحراء الوسطى اقصى الجنوب كذلك منطقة إليزي مع 47 درجة اما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئة على السواحي الشرقية رياح ضعيفة لكن بحر قليل اتراب لمطر محليا على كل من السواحي الوسطى والسواحي الغربية رياح ستشتد تصل غاية 50 كم في الساعة امطار رعدية خلال يوم الغد ستخص ميامي مع 31 درجة نفس الاجواء على فانكوفر مع 19 درجة موريال كذلك امطار مع 20 درجة لكن اجواء صحوى على داناس مع 34 درجة نفس الاجواء على ميكسيكو مع 32 درجة شرق الشمس لصباحة الغد على مصطى العاصمة سيكون بحولنا في تمام الخامسة 29 دقيقة اشكركم على المتابعة يومكم سعيد والسلام عليكم اشتركوا في القناة